ربنا يباركك أخت ميسا عاوز أضيف بس إضافة أنه خلال زيارتنا لمدينة الرقة طبعا إحنا زرنا مدن كتير زرنا حلب حمص وكل الضواحد ماشق ومناطق عديدة المدمرة لكن اللي شفته في الرقة طبعا كان شيء غريب وفي نفس الوقت مريع ولسيما الجسس إذا بتتذكري أنا رحت مع الجنود للشوارع الجانبية والبلد كلها مفخخة كانت وتشوفي الجسس فأنا عدت أفكر أقول يا رب يعني ولو هيك حياة الإنسان طب شو قيمة الإنسان يعني كل شباب هاي اللي ميت وعم بتريحة طالعة بتذكري أنا كنت ماشي وحاطت حتى يعني داي على منخاري أغطي لأن أسبوعين بصراحة ريحة الأموات كانت في فمن خيري فعتى تسأل طب شو هي قيمة الإنسان هل الإنسان مخلوق لهذا الشيء ولا أنه يتمتع بالحرية ويتمتع بالخلاص ويتمتع بالرخاء ويتمتع بالبركة ويعيش يعيش بسلام ويعيش بطمؤنينة وأنه يزدهر يعني أنا لا أرى أنه إذا الدين برجع الإنسان للعصر الحجري أو برجع الإنسان لعصور مظلمة بيكون دين فيه استنارة فاللي أنا شفته بصراحة طبعا أنا بتكلم كشخص أجا من الخارج وأنا كمان يعني أنا يعني حاسس مغمور أنه الكل كان متعاون معنا وإذا بتتذكر أنه رفضوا يدخلوا القنوات المعروفة عالميا ولما بضحك مع الرئيس الجيش بقول طب إذا هاي الناس اللي عندها واسطة كبيرة كبيرة ما دخلتش معنات إحنا كيف رح ندخل قال لي لا أنت رح تدخله ورح نبعت معاكو إسكورت يعني فعلا بعتوا حماية وحراسة وناس خبراء بالمتفجرات حتى يحمونا يعني عم بشوف من ناحية تاني بركة الرب من خلال دخولنا أنه بيسخر الأمور حتى نكون بركة يعني أنا بتطلع على المنظر بتذكر بس ما يقربوا يعني كان فيه جسس كتير وأنا طلبت أنه نلغي يعني أو أن ما نضيف مناظر الجسس موسيقى 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 موسيقى